حكيت مع شخص قاوري أسلم بقضية سبتمبر هنا في فرنسا حبيت انسق سيهبر كان اعلانيتي وهذه ونرجع لك الكلمة حتيشت هنا امر تقني هكذا في واحد المرة هكذا وما خاطيني انا المخالطة كنت عن الناس فارحت الواحد للمسجد هكذا نعرف واحد الأخ هكذا قلت له اذاك شما تعرف واحد هكذا ثيقة لانك انت اركض تدخلوا لدارك رأى عندي واحد تقني هكذا كنت دير واحد المنتدى شو هي 2006 هكذا قال لي اوكي ما فيش مشكلة نعرفك بواحد قلت له اوكي قال لي راهو كاين واحد هوا حديث كما نقوله عهد بالاسلام راهو غير كيف تخلي الاسلام فممكن هو راهو انجينيور ولديك ممكن يعاونك قلت له انا اوكي ما فيش مشكلة فاجبته جال عندي لدار درت له عشاء كما في البلاد يا سيدي تخلي الدار هكذا قاعدنا قصرنا شوية بعدها بداية كما نقوله الفوضل حبيت نعرف ما هو الشيء اللي خلاه باش يدخل الاسلام قلت له انا اعلانيتي قلت له والله اراني حبيت نسقسيك اذا كان ما كانش دير انجمه حبيت نعرف بارك يعني ما هو الشيء اللي خليك تدخل الاسلام قلت له ممكن لك اه يمكن تنصدم قلت له احداث السبتمبر قلت له افري قال لي اي احداث السبتمبر قال لي اولغر احداث سبتمبر هى خلتني ادخل الاسلام قلت له كيفاش قلل انا اراني انجينيور نخدم في شركة هكذا قال لي في وقت انتع الافتور هكذا في الوقت انتع الراحة هذه قال لي اما شعلت التلفزيون قال لي ونشوف الدنيا single هؤلاء الناس الذين قاموا بهذه العملية كانوا يرددون كلمة الله أكبر ممكن أن تذكر أننا قلناك كلمة الله أكبر رغم بلاك البرامج هؤلاء مستخدمينهم على اليوتيوب وفيسبوك رغم تجيسينيالي وبرروش إسينيالي وبرروش قال لي قلت أنا والله هنروح نبحث على كلمة الله أكبر هذي اللي تخلي ناس يروحوهم يقدموا على هذا العمل هذا قال لي من بعد طرح تسؤال مع روحي قال لي قلت أنا ذوكي ينزج حويج إما أنه هذ الناس اللي راهم هما استخدموا هذه العملية يكذبوا وإما هذ الناس راهم لحقوه إلى درجة من الدقة ومن الاحترافية ومن التكنولوجيا اللي هي مكنتهم على جلبة يديروا هذا الاختراق ويضربوا هذه الضربة قال لي رحتيني أعلانيتي قال لي دخلت للسنتر تاعها واسمه سيبير مرشي هكذا سنتر كوميرسيال قال لي دخلت أنا قال لي لقيت هكذا مصحف قال لي شريته قال لي من بعد قال لي لقيت في وصف الصفحة قال لي لازمك تتوضع وكي تقرأ المصحف هذاك قال لي يا واسمه قال لي بداعي الفضول قال لي أنا حبيت نعرف شي الله أكبر ما يعرف والو على الإسلام ما يعرف والو قال لي قلت أنا والله وش خسرت أنا يخي غير الدوش برك خلي نتدوش وخلاص وش خسرت قال لي تدوشت قال لي من بعد قاعدت نبحث في الفهرس وين رأى هذه الله أكبر وين رأى هذه الله أكبر قال لي ما لقيتهاش قال لي من بعد قلت أنا حقا رأى عندي عندي وحدة المشكلة الفراسي عندي وحدة التساؤلات هكذا بسح ما نشلق لهم أجوبة حول سيدنا عيسى قال لي باسكو هو على باس مسيحي قال لي قلت أنا والله نبحث برك قال لي بحث قال لي لقيت صورة أنت عمريم قال لي قاعدت نقرأ قال لي قاعدت نقرأ قال لي لقيت رحي مسلم وحده